معسكر الفريق حيكون ابتداء من بكرة إن شاء الله 28 أغسطس وحيكون في النمسا وحيستمر لغاية يوم 6 سبتمبر الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي سافر للنمسا مع كابتن سامير عدلي عشان طبعا انهاء كل ترتيبات المعسكر ووسائل الانتقال وتوفير كل الأجواء المناسبة للجهاز الفني ولكل اللاعبين ميستر كولر يعني طبعا أكيد عنده أكتر من بلان أهمها طبعا أنه يلعب مجموعة من المباريات الودية متدرجة المستوى يعني وارد جدا أنه حيلعب مثلا خلال فترة المعسكر دي مباراة وودية مع فريق ما من الفرق الأوروبية لأنه ده حيكون أول استعداد لمباراة السوبر الإفريخي وده حيكون أول اختبار وأول بطولة في الموسم قبل انطلاق الدوري العام طبعا الماتش اللي بكلمكم عليه هو ماتشنا أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم اللي فات وحتتلعب المباراة في المملكة العربية السعودية مهم جدا أننا نبتدي الموسم وإحنا في أفضل حال يعني إحنا عملنا مركاتو زي الفل الحقيقة وضمينا كل العناصر المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهاز الفني وطبعا أكيد الجماهير على السوشيال ميديا بتتساءل عن صفقة المهاجم الأجنبي أنا شخصيا بشوفه بتابع الكلام ده كل يوم فيه تفاعل كبير جدا لجماهير النادي الأهلي في هذا الملف ولكن حرجع وقول نفس الكلام اللي أنا ونهوان ده بكده قلنا بها ده للمرة يجي ألفين مرة فكرة إن إدارة النادي عارفة كويس جدا مصلحة فريق الكورة وعارفة كل حاجة تتعمل إمتى وفقتها المناسب طبعا يعني تدريب كمان الفريق الأخير حضرو كابتن محمود الخطيب والتقى بالكابتن خالد بيبو والمدير الفني مستر مارسل كولر وتكلم معهم في ترتيبات معسكر النمسا وأنه أكيد هيكون لنا يعني هنا في عشرة صفحة في الأهلي متابعة مستمرة للحظة بلحظة لمعسكر الفريق اللي حينطلق غدا إن شاء الله في النمسا اشتركوا في القناة